ما إن تتوقف مركبة في زحام حتى يقف عندها متسول يطلب مبلغا من المال فقد أصبح الظاهرة التسول ملازمة زحامات بغداد وشوارعها المواطنون باتوا يتذمرون من هذه الظاهرة ويرون أن جهات متنفذة ومافئة كبيرة تقف خلفها تتفع منها ماديا بل أنها تحقق أرباحا كبيرة تسول الظاهرة معتيادية لأن أغلب الذين نشوفهم يكونون عبارة عن مجموعة عصابات يعني أنا ذلك المرة كان عندي سيارة دا أمشي ومتسول طلب طين ربع طين ربع ما طيت ربع شي خط لي السيارة من الطول لطول وراح طبعا ما تلاحظوا الفترة الأخيرة كل شي بالعراق من تسول من غيره أنه الأحزاب ملتزمتها هذه الأحزاب اللي أصلت العراق لهذه المرحلة هاي فماكوا ما فيهما الأصابات لأما مسؤولها من هالأحزاب ماكوا ما فيهما التسول له شنو يعني معناته كوستر توقف راس شارع كوستر ريغاد من منظمين تمظيم يعني فشي عجيب غريب عملية أنه أنه واحد يقدم الشارع ويتسول يعني يعني ظاهرة موحلوة للمجتمع العراقي أو مجتمع العالمي يقول لك هالعراقهم الخيرات والشعب يعني يتسول الشرطة المجتمعية صنفت المتسولين إلى من فعلا يحتاج للعون والذي دائما ما يقدم لهم وصنف آخر منظم وموجه من عصابات توظفهم لهذا العمل والذي يصنف بأنه إتجار بالبشر لا طلبا للمعونة والحاجة صنفنا المتسولين إلى أكثر من صنف هناك صنف بحاجة إلى إعانة بحاجة إلى رعاية راتب رعاية بحاجة إلى إيجاد فرصة عمل وهناك متسولين يعني ينتمون إلى جريمة المنظمة شبكات تنظم عملهم وتديرهم وتؤجرهم هؤلاء يعني تم مكافحتهم وطاردتهم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم وفق قانون للتجار بالبشر وليس قانون التسول الحل الأمثل بنظر مختصين للخلاص من هذه الظاهرة يكمن في عدم إعطاء الأموال لهكذا متسولين في شوارع بغداد حتى تتمكن قوى الأمن من إنهاء هذه الظاهرة من بغداد محمد فراسة قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر